السلام عليكم ورحمة الله تعالى معركة حامية الوطيس استعملت فيها الأسلحة البيضاء والسلح كان عبارة عن قنينة خمر تم تكسيرها على رأس سفيان البحري حسب ما جاءت به الصحف المغربية والصحف المخزنية اروينا في محج الرياضي بالريضاط بسبب ابنة الوزير الدودي وسفيان البحري الداعرة كنا شببين الدودي وابنة الوزير السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية وسفيان البحري الوجه الشاب المعروف على شبكات التواصل الاجتماعية في الساعة الأولى من يومه الأحد يعني الناس قصارين إلى تقرب يطلع الفجر ولا تطلع الفجر أما محانة راقية بمدينة الريضاط وهما في حالة سكر متقدمة إلى وضعه ما رهنا تدابير الحراسة النظرية يعني تم اهتقالهما وهم دباء يعني يقال أنهم في الحبس إلى غاية تسجيل هذا الفيديو ما عرفناش واش تم اطلاق الصراح ديالهم ولا لم يتم الاطلاق الصراح ديالهم على أي هاد الناس مشي من الناس الذين يتم اعتقالهم لأنه كو كان هاد الناس كيتم الاعتقال ديالهم كو كان تم الاعتقال كما تم ادعاؤه في الوقتها لباقينا قلتوا فاش كانت الحكومة قالت بأنها غادي تسد يعني السفر ما بين المدون وعطاتهم ثلاثة السواياع ونتروينا والكصايد وشقلايبات فلوتروتات ديال المغرب خرج سوفيا البحري بصفته الناطق الرسمي حين هادك الساعة لبرح يدلو صفحة الناطق الرسمي باسم محمد السادس كان يخول له أنه اسمي تقال هم سيدنا نزدكم 48 ساعة فإذا بالمنابر الرسمية تكذب خبر أن سوفيان البحري وقال أنه سيدهم أعطاهم 48 ساعة للمغربة باشي يصافروا خلال العيد الروينة كو كان الاعتقال يتم كنتم اعتقاله يعني في ديك الوقتها يعني فعلى غرار ما وقع الحيث هو مناعمة اللي قتلهم كورونا ما كيناش دوزة فيها 6 شهر تلحب سعدة سوفيان البحري يمكن له يخرج واحد القرار باسمي الماليك ولا يخرج واحد لمنشور ولا خبر باسمي الماليك وذاك المنشور تبنى عليه يعني بزاف ديل حويج بالنسبة للشعب المغربي ويخرج منها يعني سالما غانما ويخرج وتصور لنا ويقولنا لي معه رضا سمويمتو مع مرمات تقاسو شي حاجة ولكن احنا نعلم انه معه رضا ديال صاحب ابي الزعاتر المهم هذه ليست قصتنا المشكلة لما هذا الخبر لا يهمني صراحة ولكن يعني فقط من باب الاشارة الى او باشتوري للناس ولا بعض الناس الغافلين الذين لا زالوا منخادعين في النخبة والسياسة وكي تكلموا بلغات الرسميات والاحزاب السياسية وصاحب الجلالة هذه هي العقلية ديالهم والعقلية المحيطة ديالهم والناس الذين يخالطونهم ابنة الوزير ولا وزير ولا ماليك يعني هاد العربادة وهاد الحيحة اللي حيحات بنت الوزير وعربطات على سفيان البحري حيت ما بغاش تصور معها ولا حيت بغا يعق عليها قلتوا تصور معايا ما بغاش تصور معها ضرباتو مقرعة خسرت لوجهو يعني فتقدر تشوفها في اي حي من الاحياء الشعبية فلا يغرنك يعني ذيك البيضة للكوستيمات اللي كي يلبسوا ذيك الطنوبلات الوعرين هادك شي كله مجرد بريستيش وكله يعني كي يخرج من دمي وعرقي الشعب المغربي المقهور ذيك الفلوس كلها مختلسة كلها محجوز عليها كلها مشفورة كلها ثروة الشعب المغربي يتموا تبديروها باش يصنعوا لكواحد القشرة يعني فأيها المواطن المغربي لا تنخدع بهاته القشور ولا تنخدع بهاته المظاهر فهؤلاء الناس يعني هم مجرد يعني عربيدين سكيرين لصوص يعني كلها واحده لبليا دياله فما يغرقش يعني حتى كانت أخوة المالك شكون اسميتها مريم تهي كانت تخرج عليها واحد الخبر أنها قامت بلا عربدة في باب القاصر وكانت ضربات شي واحد الحراس حجة سكرانا وما عرفش أنه ما تعرفش عليها جاي بالليل شي واحد يلا أونجا جاوه جديد هما السفة ديالهم كانت تبدل بين عشية وضحاها بكثرة تعاطي ديال المخضرات وبكثرة تعاطي ديال الخمور وبكثرة الصهار يعني حتى محمد السادس راكم شتو الشكل دياله كيفاش تغير يعني حتى أن بعض الناس بدأوا يشكوك يقول لك هذا كرا الشابه دياله ورماشي هو وما زاليني لحد الأنبع من الناس يقولوا هذا الهضراء ولكن هذا كإضافة إلى المرض هناك السكر والمخضرات وكتشوفوا ذلك ملهم رشدته ويتعاطى المخضرات هنا كمان سيقول بأن هذا الخبر هو خبر مخزاني للإلهاء هو بالفعل يعني المخزان دائما سواء يعني كيختار بعض الأحداث وكيعطي للناس فين كيتلها أو كتكون بعض الأوقائع اللي وقعات بالفعل بحال هذه ويتم استغلالها لإلهاء الناس ولكن لنشبه نلعبوش نلعب ديالهم بما أنهم يقومون باستغلال الأحداث اللي ديرها البوز باش يلهيوا الشعب فحنا نستغلوا هاد الأحداث اللي هما كيحاولوا باش يستغلوها باش يلهيونا باش نفكرهم في نحن مقاطعون للمنتوجات الفرنسية اللي هي منتوجات الفرنسية كيما سبقوا قلنا ماشي غي ما يؤكلوا وما يشربوا ويلباسوا ولا حتى الماكياج بعض الناس كيفكروني بالله ركا أن مركض الماكياج أنا ما كنا عرفتك شي المهم أن السلع اللي عرفتها أنا ركا كنقولها اللي ما عرفتهاش را ما عرفتهاش والسلع اللي بغيت نعرفكم عليها وعرفتكم عليها هو محمد السادس ومحيطوه وأحزابوه فهي سلع فرنسية وأنتم قدامكم الشانتيو قدامكم العقليات قدامكم المنطلطين والناس الذين يعني لماذا يعني كنعرفنا أغلبية دي المتابعين الحمد لله على وعين كبير بما يقعوا داخل هذا البلد ولكن دي ما منك يكون شي خبار بحال هكو كيدخل واحد للموجة جديدة ديال العياشة كي يقلبوا على يعني فقط مثل هاته الأخبار فما فيها بس نستغلوا هاد الأخبار اللي رايجة في الساحة باش نغسلوا لهم ودنيهم واحد شي شوية ونغسلوا لهم ذاك الغمامة اللي على عينيهم يقدروا يسبونا ماشي مشكيل مرة وجوج وثلاثة وربعة وغيو اللي ويقلسوا ويتصنتوا ورب الزافت الناس كانوا معنا كانوا يعني من العياشة ومن عبيد محمد السادس ومن الناس يعني اللي كانت ما يعني تجهيلهم وما كانوش على وعين بما يقعوا داخل يعني الساحة السياسية المغربية وفضائح الماليك والأسرى المالكية والأحزاب المغربية فمع الوقت يعني الهدران اللي كنا كان قلوها بدأوا يبحثوا فيها وكي يسمعوها من عدة مصادر فالرؤية كتبدا تتضح أكثر فأكثر فغيروا يعني من قناعتهم وآرائهم وهذا هو الهدف يعني هاد النخبة الفاسدة أو النخبة المتسلطة على الشعب المغربي واجب فضحها وغيجي يقول لي شي حد اتق الله يا أخي انت تاخده في الأعراض بما أن هاد الناس أنا عارفهم غيدخلوا لي في التعاليق ويكتب لي في الدين الدين كي يقول لك كل أمتي معافى حديث نبوي ديال الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون مش كونا هما المجاهرون هما اللي كي يديروا الذنب ولا يستثيرون يعني هادو سكرانين عالانيتان خارج المنبار كيعربطوا يعني مهم هم حتى شي واحد يعني نحن ممشي ناش دخلنا للطيور ديال الناس وقلبنا وفتشنا وهادو خارجين كي يحيحوا في الزنقاء وهو مبراسهم يعني ما عندهم مش مشكل مع هاد المسائل وفي نفس الوقت هذه طغمة الفاسدة التي يعني سبب هلاك أمة وشعب وجهبة فضحوهم كيف ما كان الحال وهذه رسالة بالنسبة للناس اللي كي يقول لك لا أنت كتجيك نفس على حزب العدالة والتنمية أنا ما كتجيني نفس على شاشي واحد اللي طح في المقلاق كيتقل يا مالك يا مستشارين يا وزراء يا برلمانيين أنا الحاجة الوحيدة اللي ما كان بغيهاش يعني كتشوف بعض الأحداث المسؤولة الأول والآخر عليها هي محمد السادس وبعض الصحف المغربية كتقال بيجي دي بيجي دي بيجي دي وكأنها تمويه نظرك باش ما تمشيش انت المسؤول الأول والآخر بحال ده بكتسمع المالك أنه كيخرج كي يقول لك أن الشعب يعني ما الدعم لا يمكنه أن يستمر إلى ما لا نهاية ولكن من جهة أخرى يقول لك أن الدعم دي المقاوة لا تصرف الملايير ولغد له الصباح كتلقى الصحف كتكسب لك العتماني يصرف ميات مليار العتماني فقط يعني ينفد أوامر سيده وما كان بغيش أنا بنادم يمارس عليه التضليل يعني أنا كان أعرف مكمن الخلال وكان أعرف أن لا العتماني ولا غيره مجرد يعني دوما في يدي محمد السادس كما محمد السادس دوميا في يد المستعمر الفرنسي كما المستعمر الفرنسي هو دوميا أيضا في يد الإمبريالية العالمية والمسونية العالمية واحد كيلعب واحد إلى أن نصل إلى يعني إلى الاعتماني أرخص دوميا ويعني ما عندوش واحد شخصية ومقاوة اللي صقوا فيه جميع التهم اللي هي كبر منه ومشي حتنا كان دفع عليه لا أنا كان بغي نشوف ما أعلى منه ولا لقينا يعني واحد التفاعل واحد الوعي اللي طالع كبير نحن نقدرون نفوتوا هذا العتماني ونفوتوا محمد السادس ونشوفوا ما وراءه ولكن للأسف الأغلبية ديال الناس ما كي ليسوا على الطلاع بما يقع وما يحاكوا يعني في السياسة العالمية وما يراد بنا كأمة دمتم في رعاية الله يعني نستغل لهذه الفرصة نذكركم بأننا مقاطعون لهذه المنتجات الفرنسية المسيئة إلى المسلمين وما يهمك شيء واحد لك يقول لك آش عدل هذه المقاطعة فقد أثبت ذلك يعني فقط هذا الشيء اللي كان مجرد واحد الحملة اللي هي افتراضية وتحولت إلى حملة اللي هي واقعية مست بالاقتصاد الفرنسي وحسوا بالحرارة ديالها بالرغم من أن ماكرون فاش خرج ما اعتادرش ولا ما غيرش التوجه دياله ولكن بدأ كي يحاول أنه يغوف العين ويقول لك أنا ما قلت شو كده وكده ولكن تشجيلات القديمة دياله اللي كان خرج كي يهاجم فيها الإسلام والمسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام لا زالت شاهدة عليه دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم لا تنسوش مقاطعون السلام عليكم اشتركوا في القناة